فلا تحزن على قلبي من القرصان إن فؤادي المعجونة كالأرض هنا أيضا ذات التشبيه هنا الكاف المشبه به هو الفؤاد والمشبه به الأرض نوع التشبيه تمثيلي لأن شنو كأنه شبه بصورة إن فؤادي المعجونة كالأرض نسيم في يد الحب وبارود على البغض لأجمل ضفة أمشي فأما يهترع نعلي أضع رمشي نعم رمشي ولا أقف هذه الصفحة الأولى هو حفظ هذه الصفحة الأولى حفظ طلع زنعاني نكمل القصيدة ولا أهفو ولا أهفو ولا أهفو إلى نوم وأرتجف لأن سرير من ناموا بمنتصف الطريق كخشبة نعشي تعالوا يا رفاق القيد والأحزان كي نمشي لأجمل ضفة نمشي فلن نقهر ولن نخسر سوى النعش هنا طبعا استعمل النعش هنا مجاز استعمل اللفظ بدل الجثمان أو الجسد عندما تفيض الروح إلى بارئها عند الشهادة إلى الأعلى حناجرنا إلى الأعلى محاجرنا إلى الأعلى أمانينا إلى الأعلى أغانينا سنصنع من مشانقنا عندما قال الشاعر إلى الأعلى حناجرنا هنا الحناجر هي الصوت وهنا مجاز أيضا والمراد هي أصواتنا التي تتعالى بالنشيد سنصنع من مشانقنا ومن صلبان حاضرنا وماضينا سلام للغد الموعود ثم نصيح يا رضوان افتح بابك الموسود سنطلق من حناجرنا ومن شكوى مراثينا قصائد كالنبيذ الحلو تكرع في ملاهين وتنشد في الشوارع في المصانع هنا طبعا شبه أيضا القصيدة ذات التشبيه أيضا الكاف وشبه القصائد بالنبيذ الحلو لا في المحاجر في المزارع في نوادينا سننصب من محاجرنا مراصد نكشف الأبعد والأعمق والأروع فلا نقشع سوى الفجر ولا نسمع سوى النصر هنا سننصب من محاجرنا هنا استعارة شبه الفجر استعارة للحرية أي الحرية هو زوال الظلم والفجر هو انقشاع الظلم أو الظلمة وهنا شبه حذف طبعا المشبه لم يقل الحرية وإنما ذكره شيء حذف المشبه وأبقى المشبه به هو الفجر وهذه استعارة ولا نسمع سوى النصر فكل تمرد في الأرض يزرزننا وكل جميلة في الأرض تقبلنا وكل حديقة في الأرض نأكل حبها منها وكل قصيدة في الأرض إذا رقصت نخاصرها طبعا لفظتان هي استعارة هنا مكنية لأن شبه المشبه به هو محذوف أي المرأة المشبه به هو المرأة شبه القصيدة بالمرأة فحذف أيضا المشبه به وذكر بالخصر ونراقصها إذا رقصت نخاصرها وكل يتيمة في الأرض إذا نادت نناصرها سنخرج من معسكرنا وملفانا سنخرج من مخابينا ويشتمنا عادينا هلا همج هم عرب نعم عرب ولا نخجل ونعرف كيف نمسك قبضة المنجل وكيف يقاوم الأعزل ونعرف كيف نبني المصنع العصري والمنازل ومستشفى ومدرسة وقنبلة وصاروخا وموسيقى ونكتب أجمل الأشعار وماذا بعد سمعنا صوتك المدهون بالفسفور سمعنا سمعناه سمعناه وكيف ستجعل الكلمات أكواخ الدجا بلور ودربك كله ديجور وشعبك دمعة تبكي زمان النور وأرضك نقش سجادة على الطرقات مرمية وأنت بدون زواده وماذا بعد وماذا بعد جميل صوتك المحمول بالريح الشمالية ولكننا سأمناه صوت دليل كالإسفلت دليل أنت يا من يحتمي بستارة الضجر غبي أنت كالقمر ومصلوب على حجر فدعني أكمل الإنشاد ودعني أحمل الريح الشمالية ودعني أحبس اللأصار في كمي ودعني أخزن الديناميت في دمي دعني أحمل الريح الشمالية هنا إن الريح بمعنى القوة والهمة التي مثلها محمود درويش في شعبه وكذلك دعني أخزن الديناميت هي كناية عن روح الاستشهاد أي التضحية ليكون الديناميت في دمه يجري التضحية من أجل الوطن ذليل أنت كالإسفلت ومصلوب على حجري فدعني أكمل الإنشاد دعني أحمل الريح الشمالية ودعني أحبس الأصار في كمي ودعني أخزن الديناميت في دمي ذليل أنت كالإسفلت ترجمة نانسي قنقر